ليبيا في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وتسابق المفسدين على استقلال أي ثغرة في الدولة لكسب المال على حساب المواطن بحاجة إلى أجهزة رقابية قانونية تطبق القانون وتحمي أفراد المجتمع جهاز الحرس البلدي الذي يعتبر أحد هذه الأجهزة الرقابية يواصل حملته التي أطلقها منذ أسابيع لمتابعة وضبط الصلاع والمواد الغذائية غير مطابقة للمواصفة الصحية أو منتهية الصلاحية إضافة إلى تفتيش كامل للمخابز والمطاعم والمقاهي جامعة ترابلس كانت شاهدة على تدني المعايير الصحية في المقاهي داخلها حيث أقفلت جامعها من جهاز الحرس البلدي فرع زارة وذلك لأسباب تتعلق بالنظفة العامة وعدم وجود تراخص وشهادات صحية للعاملين والمعايير الصحية لتلك المقاهي بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للجهاز الحملة لم تقف عند جامعة ترابلس ففرع جهاز الحرس البلدي أبو سليم هو الآخر أعلن الضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية وحليب الأطفال ومواد التنظيف منتهية الصالحية فضلا عن انعدام النظافة ووجود حجرة وقوارض بأحد المحال للمواد الغذائية في منطقة الهضبة مخالفات صاحب المحل لم تقف عند هذا الحد بل تجاوزته لاستغلال الفضاء العام بالبناء العشوائي واستغلال محطة للبريد بها أكثر من ألفي خط هاتف كمخزن تابع للمحل حملات الحرس البلدي في مدينة ترابلس وبعض المدن الأخرى لاقت صدا كبيرا في شرع الليبي ورحب بها كثيرون في ظل عدم اهتمام أصحاب الأعمال خاصة تلك ذات الصيت بالمعايير القانونية والصحية ما يدعو إلى التساؤل عن مصير هذه الحملات من حيث استمراريتها وقدرتها على ضبط كافة المخالفين اشتركوا في القناة